السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس فكر مع جح الأفكار نقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة ونتعرف على قصة جحة وابنه ومعهما الحمار ونستخدم من الدرس مفردات جديدة فكر مع جحة ذهب جحة وابنه إلى السوق ركب جحة فوق ظهر حماره وابنه سار على قدمي قال الناس هذا الرجل لا يرحم ابنه الصغير نذل جحة ورقب ابنه فوق ظهر الحمار وصار جحة بجواره قال الناس يمشي جحة وابنه يركب ركب جحة وركب ابنه فوق ظهر الحمار قال الناس إنهم ثقيلان على الحمار الضعيف نذل جحة وابنه من فوق ظهر الحمار ثم ساروا بجوار الحمار قال الناس ما هذا يمشي جحة وابنه ومعهما الحمار فكر ماذا يفعل جوحة وابنه لا يستطيع جوحة أن يرضي جميع الناس فكل واحد له رأي يختلف عن الآخر ولكن الحكم الحقيقي هو العقل لذلك خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان له عقل يفكر به ويميز من خلاله الصواب والخطأ تدريبات على الدرس أجب عن الأسئلة التالية لماذا نزل جوحة من فوق ظهر الحمار ورقب ابنه لأن الناس قالت هذا الرجل لا يرحم ابنه الصغير ماذا تقول لجوحة أقول له استمع إلى كلام العقل اختر الصواب جملة ماذا يفعل جوحة وابنه توحي بالسؤال التعجب عدم المعرفة والإجابة التعجب ضع خطا تحت الكلمة التي لم ترد في الدرس السيارة الحمار الحصان وكلمة السيارة اختر من بين القوسين ذهب جوحة وابنه إلى السوق الحق البيت والإجابة السوق قال الناس يمشي جوحة وابنه يركب يمشي يجري والإجابة يركب ماذا يفعل جوحة والناس الحمار ابنه ابنه معاني المفردات سارة مشى بجوار بجانب فوق أعلى الكلمة والمضاد يركب يمشي فوق تحت السغير الكبير أهداف الدرس وهو أن يميز بين الأصوات المتقربة في المخرج وأن يقرأ الدرس قراءة جهرية معبرة وأن ينطق قلماته ذات معنى ويستخدم مفردات جديدة ويحدد الأفكار الرئيسية والفرعية في النص وهذا السؤال متروك للطالب حول الجملة الإسمية إلى جملة فعلية جوحة ركب الحمار به جوحة نزل جيم جوحة يمشي حدد الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة والكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة نامت مذكرة جلست نائمة ذاكرت جالسة وبكذا نكون قد انتهينا من درسنا على أمل بلقاء انقدر لنا البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر